موسيقى طابت أوقاتكم موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد باستخدام القوى أو التهديد بها وشددت المملكة في بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم وأكدت المملكة استمرار دعمها للشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي وحكومته وجودها في الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه والتصدي لانقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى وقال البيان تتابع المملكة العربية السعودية مستجدات التطورات الأخيرة للأحداث في عدن والمحافظات الجنوبية والمملكة إذ تعرب عن رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث والآثار التي ترتبت عليها وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار فإنها تؤكد على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة رحبت الجمهورية اليمنية ببيان المملكة العربية السعودية الذي أكد على البيانات السابقة للمملكة وثمنت الجمهورية اليمنية في بيان لها موقف المملكة الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في بعض المحافظات الجنوبية ورفض كافة آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة مؤسسات ومعسكرات الدولة وحرصها الكامل على استقرار اليمن باعتبار أن تهديد استقرار اليمن يعتبر تهديدا لأمن واستقرار المملكة وجددت الجمهورية اليمنية شكرها لكافة الجود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأبدت استعدادها الكامل لما دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركم التركي المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة عمران مديرية حرفة سفيان باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة وشر العقيد المالكي في بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية إلى استمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني شنت قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفا مدفعيا على مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة حجة التجمعات المستهدفة من قبل قوات الجيش الوطني كانت تتمركز تحديدا في مديرية حرض شمال المحافظة وقد أسفر القصف عن أسري ومقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات أكد مصدر عسكري بمديرية رازح بصعدة عن مقتل وجرح كثير من عناصر الميليشيات المتمردة خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية رازح بالمحافظة وقال المصدر عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي أن قوات اللواء السابع أفشلت هجوم الميليشيات الحوثية بعد مواجهات في جبهة رازح وضح العميد الربادي أن هجوم الإنقلابيين ركز على مواقع الجيش الوطني في اتباب السود والقفير في منطقة الشرط بجبل الأزهور الاستراتيجي أثناء محاولتها إعادة مواقعها التي خسرتها في وقت سابق غير أنها باءت بالفشل صدت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا شنتهم ميليشيات الحوثي في جبهة حريب النهم شمال شرق صنعاء ونقل المركز الإعلامي للمقاومة في صنعاء عن مصدر في اللواء 125 المرابط في نهم قوله إن قوات الجيش أفشلت الهجوم وسقط أكثر من 15 قتيلا في صفوف الميليشيات الحوثية وأوضح المصدر أن جثث الميليشيات لا تزال مرمية في المنطقة بعد فرار عناصرها عقب التصدي للهجوم وفي محافظة الظالع فادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش والمقاومة أحبطت عملية تسلل لميليشيات الحوثي في قطاع عيش خب وغلق بمديرية قعطب غرب المحافظة وقالت المصادر أن مواجهة دارت بين وحدات من اللواء 30 مدرع مسنودة بالمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى عقب محاولة تسلل فاشلة للميليشيات انتهت بالانكسار وكشفت المصادر أن قوات الجيش استهدفت بقصف مدفعي مواقع لميليشيات الحوثي شمال وغربي مديرية قعطبة بالتزامن مع استمرار الميليشيات المدعومة من إيران في استقدام التعزيزات إلى هذه الجبهة انتهى موجز الأخبار في أمان الله اشتركوا في القناة